طيب لا يمكن يكون معنا لقاء النهار ده من غير منهني ونبارك لحدك بحصولك على الدكتوراه الفخرية من تحت قبة جامعة دول العربية من الأكاديمية العربية لولموة التكنولوجيا والنقل البحري دي تالت دكتوراه فخرية حضرتك تحصل لها حضرتك حصلت على الدكتوراه من المجر ومن جامعة بن سويف لكن حضرتك قلت يعني الدكتوراه من جامعة الدول العربية بيت العرب يعني ليها معنى وليها ليها مضاق مختلفة هي طبعا الدكتوراه الفخرية نوع من التقدير والاعتزاز وبتمنح من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكانت مفاجأة بالنسبة لي يعني هي نظر نجود حالك في خدمة الإنسانية ومعاني السلام احنا أولا وأخينا الخدام خدام على أرض مصر لأي إنسان وكانت فرصة حلوة أنها مش تمنح في مقر الأكاديمية تمنح في مقر الجامعة العربية وبحضور السيد الأمين العام جامعة العربية السيد أحمد أبو الغيت والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وجامعة كبيرة ومندوبين لدول والحقيقة كان يوم جميل خالص وحالك حرس أنت توجه كلمة لكل الدول العربية يعني بيقول أن لينا دور يعني حتى حالك أكدت على دور الإعلام قلت الإعلام أصبح لدور هام وحايف مختلف في شعوب العالم شيء طبيعي الإعلام ده هو اللي مسيطر دلوقتي ده أحيانا بيسموا الإعلام الإله الثاني يعني الإله الأول في السماء وبعدين الإعلام من كتر سيطرته على العالم سموه الإله الثاني الساكند جاد لكن في نفس الوقت كل ما كان الإعلام إعلام إيجابي ويبني ويربي كل ما يكون إعلام ناجح لأنه هو وسيلة مش إعلام بيدمر أو إعلام بيعلم عدد غير طيبة أو بيظهر مظاهر سلبية في المجتمع شيء مهم خالص